من جهتها الأمنة العامة للحزب ردت على تجمهر القيادين المنوئين لأحمد أيحيا في بيان نشر على صفحة الفيسبوك بالقول إن المدعو صديق شهاب العمين الولائي والسابق لولاية الجزائر المقصية قد قام بحشد مجموعة مأجورة لا تزيد عن خمسين شخصا أمام المقر الوطني ببنعكنون بيان الحزب أكدنا المتظاهرين هم أشخاص غرباء عن الحزب البعض منهم من ولاية الجزائر وآخرون من ولاية أخرى وختم بيان والحزب بالاستنكار لما وصفه تصرفا همجيا وأكد على سلامة القرار الذي اتخذ في حق الأمن السابق لولاية جزائر صديق شهاب